بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب بالعصب والريحان فبأي آماء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان منك الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آماء ربكما تكذبان مرق البحرين يلتقيان بينهما بلزه لا يبغيان فبأي آماء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرقان فبأي آماء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آماء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما رجلان والإكرام فبأي آماء ربكما تكذبان يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آماء ربكما تكذبان سنفر لكم أن يحذقان فبأي آماء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آماء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاسوا فلا تنتصران فبأي آماء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهاد فبأي آماء ربكما تكذبان فيوم إذن لا يسأل عن ذنبه إن سب ولا جان فبأي آماء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيما هم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آماء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آماء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آماء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آماء ربكما تكذبان